بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دراسة دالة عددية شاملة للتحضير لبكالوريا 2018 رقم 2 لأنها يوجد لنا رقم 1 على قناة الأستاذ نوردين حيث أنصح به شعبة العلم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي وحتى شعبة تسير لأنها مسألة رائعة وشاملة حيث قال لي تكون الدالة F المعرفة على R معادة الواحد كما يلي F لـ X سيكون X مكعب ناقص 4X مربع زائد 8X ناقص 4 على X ناقص 1 الكل مربع قال C F تمثلها البيانة في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد لم يقل متجنس لأن لاحظوا جيدا O E G قال 1 ألف عين نهايات الدالة F عند أطراف مجموعة التعريف بقى لأدرس تغيرات الدالة F وشكل جذول تغيراتها ثانيا ألف قال عين الأعداد الحقيقة A B و C بحيث يكون من أجله كل عدد حقيقي X يختلف عن الواحد احتراما لهذه المجموعة التعريف أن F لـ X تسيرون A X زائد B زائد C X زائد D على X ناقص 1 الكل مربع بقى لماذا تستنتج بالنسبة للمنحاني C F والمستقيم D الذي معادلته Y X ناقص 2 برر جيم قال حدد وضعية C F بالنسبة لـ D لتكون A نقطة تقاطع C F و D ثالثا قال أرسم C F و D تأخذ هنا لاحظوا الوحدة 2 سنتيمتر على O X و 1 سنتيمتر على O Y لهذا قال في إلى معلم متعامد لم يقل متجنس يكون متجنس إذا قال 2 سنتيمتر مثلا على محور الفواصل و 2 سنتيمتر على محور التراتيب بقى رابعا قال بيّن أن المعادلة F لـ X تسيرون A 0 تقبل حلا وحيدا ألفا على المجال من ناقص بلا نهاية إلى 1 لهي مباراة القيمة التوسيطة بعدها قال استنتج قيمة مقربة إلى 10 قوى ناقص 2 للعدد ألفا وهنا تابعوا جيدا كيف تتم العملية خمسا قال استنتج بيانيا عدد حلول المعادلة F لـ X تسيرون A X زائد M حيث M وسيط حقيق وهي المناقشة البيانية عندنا سادسا قال ألف نريد إيجاد نتيجة السؤال الخامس وهذه المناقشة البيانية باستعمال الحساب يعني المناقشة الحسابية قال بيّن أن فواصل نقطة تقاطع المنحنة CF مع المستقيم الذي معادلته Y يسوي X زائد M لاحظوا هنا F لـ X زائد M وهنا وضع كلمة Y فقط هي خلول المعادلة E التالية لهي M زائد 2 الكل في X مربع ناقص 2M زائد 7 في X زائد M زائد 7 يسوي 0 باقي الجد حسب قيم M عدد حلول المعادلة E يعني هنا نقوم بالحلول الحسابية وهنا عندنا الحلول البيانية لهذا أنصحكم بمتابعتها نقطة نقطة وحرف بحرف حتى يعني تكتسبوا مهارات عدة وعديدة في حلول هذه المسائل من هذا النوع إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن لننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول حيث قال لتكون الدالة F المعرفة على A معادة الواحد كما يلي لماذا قال معادة الواحد؟ لأن المقام هذا يعدم عند الواحد ونحن نعلم أن الكسر يجب أن يكون مقامه يختلف عن الصفر قال وصيف تنثلها البيانة في المستوى المنسوب إلى معلم متعامل ليس متجيس مثلما ذكرت قال ألف عي النهايات الدالة F عند أطراف مجموعة التعريف إذن هنا ما علينا إلا أن نكتب حساب النهايات أولا قلنا مجموعة التعريف ما هي أبنائنا نكتب هنا دي F تساوي لنا R معادة الواحد التي هي لو نحول عشق المجال تصبح لنا من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد مفتوح اتحاد من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية لأن الدالة غير معرفة عند الواحد إذن ننطلق بالأول عند الناقص ما لا نهاية فتصبح لنا Limit F لX وهي هذه العبارة كليا لاحظوا معي أبنائي كي تتعلموا وهي هذه العبارة لما X يقول إلى الناقص ما لا نهاية تساوي بما أن العبارة عبارة دلة ناطقة فتصبح لنا Limit البص نتركه كما هو لهو X قوى ثلاثة ناقص 4X مربع زائد 8X ناقص 4 والمقام ننشره لأن المتطابق الشاي رقمه إثنان تصبح لنا مربع الأول ناقص ضعف الجداء زائد مربع الثاني ما زال ال X يقول إلى الناقص ما لا نهاية بما أن الدلة ناطقة فتقول أكبر حد على أكبر حد عند زائد ما أو نقص مربع لسا عند الأعداد معنا تصبح لنا Limit X قوى ثلاثة على X مربع لما X يقول إلى الناقص ما لا نهاية هنا لو نختزل X مربع من فوق وX مربع من المقام تصبح لنا Limit X لما X يقول إلى الناقص ما لا نهاية وهذه تعطي لكم يعني لو نضع هذه هنا نصبح لنا ناقص مالا نهاية الأمر هذا عند النقص مالا عند الزائد مالا نهاية نفس الشيء معنا نحول هنا الزائد مالا نهاية وهنا الزائد مالا نهاية وهنا الزائد مالا نهاية وهنا الزائد مالا نهاية فتعطي لنا الزائد مالا نهاية بأفسد طريقة لأن عند النقص مالا نهاية الزائد مالا نهاية نفس الشيء أكبر حد لا أكبر حد الآن بعدما قمنا بحساب النهاية عند الناقص مالا والزائد مالا وجدنا الأولى ناقص ما والثانية زائد ما نأتي الآن إلى النهاية عندما ذا عند الواحد انظروا تابعوا تصبح لنا هكذا limit الـ x يأول إلى واحد أكيد بما أن العبارة غير معرفة هنا بقيم أقل وقيم أكبر لاحظوا جيدا أبنائي سوف نقوم بقسمة هذه النهاية تصبح لنا limit انظروا جيدا limit البسط لهو x قوى ثلاثة ناقص 4x مربع زائد ثمانية x ناقص 4 انظروا تابعوا معي في واحد على x ناقص واحد الكل مربع لما الـ x يأول إلى واحد نأتي الآن لحساب النهاية لهذه العبارة عند الواحد سوف نقوم بالتفكيك يعني تصبح لنا limit x قوى ثلاثة ناقص 4x مربع زائد ثمانية x ناقص 4 هكذا أبنائي كنت تعلموا لما الـ x يأول إلى الواحد لأن العبارة عبارة كثيرة حدود هذه لوحدها ليس العبارة كلية عوضوا الآن بواحد نعوض هنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد فماذا نجد يا أبنائي فنجد يصبح لنا هذا مع هذا يصبح لنا التسعة مع ناقص ثمانية وتسوي لنا واحد أما نأتي الآن إلى النهاية الثانية اللي هي limit واحد على x ناقص واحد الكل مربع لما الـ x يأول إلى الواحد عندنا نهاية شهيرة درستمها في السنة الثانية اللي هي limit واحد على x ناقص a الكل مربع لما x يأول إلى a يعني لا يهم بقيم أكبر أو صغر هذه المشهورة أن تسوينا الزائد مال نهاية إنه الـ a ها هو الـ a و ها هو الـ a يعني هذه ماذا تعطي لكم تعطيناها بالقاعدة وتصبح لنا الزائد مال نهاية هذه قلت مبارهنة وجودة في الكتاب مدرسي السنة الثانية إذن ماذا وجدنا النهاية الكلية لهذا العبارة أكيزوا معي إذن لو نسحب هذا إذن تعطي لنا هكذا تعطي تسوي لنا هذا كم واحد في المال نهاية كم يعطي لنا يا أبناء يعطي لنا زائد مال نهاية يعني بدون أن تدرسوا بقيم أقل وبقيم أكبر لماذا؟ لأن هنا التربيع والتربيع يجعلها دائما مجابة وهنا ماذا يوجد لنا؟ يوجد لنا التفسير بياني اللي هو x التفسير بياني هو x يسوي لنا واحد مستقيم مقارب عامودي أو شقولي أو موازي لمحور التراتيب فقط يا أبناء بكل بساطة نأتي الآن أبناء إلى السؤال الذي بعده قال أدرس تغيرات دل أف إذن نكتب هنا دراسة تغيرات أف على أر معاذ الواحد الدالة إذن نقول الدالة أف دالة ناطقة ناطقة فهي تقبل الاشتقاق على مجال تعريفها على أر معاذ الواحد لكن ليس بقيمة مطلقة هكذا هذه تصبح ليس دالة ناطقة دالة ناطقة هي العبارة التي تخلو من القيمة المطلقة ركزوا أرجوكم أو تقوم بتفكيك القيمة المطلقة إذن ننطلق أول شيء في المشتق ليس بحلنا أف فتحة لإكس تساوي ثم نضع خط كسرها كذا كي تكفينا المكان عندنا هنا دالة على دالة اللي هي عندنا قانون إي على ذي المشتقي يساوي لنا مشتقي البسطي في المقام ناقص مشتقي المقام في البسطي على المقام مربع إذن ركزوا أرجوكم نقطة نقطة الآن تعالوا نشتق إذن مشتق الإكس قوى ثلاثة هو ثلاثة إكس مربع ناقص هذا ينزل إلى هنا تصبح لنا ناقص ثمانية إكس ثم ثمانية إكس لما تشتق هذه تعطي لنا كم زائد ثمانية أما الأربعة يقول ناقص أربعة عدد أعزب فيذهب إلى الصفر في إذن مشتقي البسطي في المقام انظروا في المقام نتركه كما هو هكذا ناقص مشتق المقام عندنا مشتق المقام لهو إكس ناقص واحد الكل مربعة لما نشتقه نشتقه بصغة الدلة المركعة الدلة قوى آن يعني قاعدة هذا ينزل تسبح لنا إثنان في مشتق هذه العبارة التي بالداخل لا تهتم إلى الأس لأن تخيلوا يقول أحدكم يا أستاذ لو ننشرها نعم لكن تخيلوا تكون هو قوى عشرة هل يمكن أن تقوم بنشرها يصعب عليك الأمر إذن نطبق عليها قانون آف قوى آن مشتقتها هي آن في مشتق آف في آف قوى آن وننقص لها درجة فتصبح لنا في مشتق هذا الذي بالداخل هو واحد في العبارة اللي هي إكس ناقص واحد بعدما كانت قوى إثنان ننقص لها درجة حسب القانون ها هو أمامكم فتصبح لنا قوى واحد إذن تصبح لنا هكذا هنا تصبح لنا إثنان في واحد لي هو إثنان تصبح لنا إثنان في إكس ناقص واحد في البسط البسط نتركه كما هل هو إكس قوى ثلاثة ناقص أربعة إكس مربع زائد ثمانية إكس ثم قلت زائد ثمانية X زائد ناقص أربعة على المقام مربع لهو على المقام مربع ليصبح لنا X ناقص واحد تخيلوا هي مربع X ناقص واحد مربع الكل مربع بقانون هذا قانون قوة القوة سيوجد قوة معنا هذه تضرف في هذه يصبح لنا كم قوة أربعة قلت قوة كم قوة أربعة يا أبناء الآن نكمل رويدا رويدا ما رأيكم أن نختزل واحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا يقول أحدكم أن الكثير والكثير يظن أن يختزل من هنا ومن هنا فقط لا يجوز لأن يوجد لنا هنا حدان انظروا ها هو الفاصل إذن علينا أن ننزع واحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا لما ننزع ذلك ماذا يحدث تخيلوا أن هنا تصبح قوة واحد أما هنا بما أن ننزعنا هنا يذهب كليا يترك الواحد وهنا في هذا المكان تصبح لنا قوة ثلاثة تابعوا أرجوكم حتى تعلموا يا أبنائي هكذا العملية تتم ثم الآن نكمل عملية النشأ رويدا رويدا تصبح F فتحة متابع إذن تصبح لنا F فتحة ل X تساب نترك خط الكسر هكذا ثم ننطلق في عملية النشأ المقام نتركه كما هو X ناقص واحد لكل قوة ثلاثة ثم ننطلق هنا في النشر هذا في هذا كم يعطينا يا أبنائي يعطينا ثلاثة X مكعب ثم في هذا كم يعطي لنا ناقص ثلاثة X مربع ثم هذا في هذا كم ناقص ثمانية X مربع ثم في هذا زائد ثمانية X ثم هذا في هذا زائد ثمانية X ثم هذا في هذا ناقص ثمانية بنفس الخطة الآن هنا هذا في هذا تصبح لنا ناقص 2X مكعب ثم في هذا ناقص تصبح لنا زائد ثمانية X مربع ثم في هذا تصبح لنا ناقص 16X ثم في هذا زائد ثمانية هذا هو الأمر الذي تحصلنا عليه ربما فيه أشياء قد تذهب في الطريق عندنا من بينهم هذا ذهب مع هذا مباشرة أركز وأرجوكم عندنا كذلك هذا ذهب مع هذا مباشرة سوف نتبع يعني النقطة نقطة حتى نلاحظ ماذا سوف يحدث لهذه العبارة يا أبنائي فماذا ينتج؟ تابعوا لأن الدول من هذا النوع علينا أن نكون ننتبه في الحساب فقط يعني أفكارها ليس صعبة لكن الحساب فيها يحتاج إلى نوع من الرتابة لاحظوا جيداً نترك المقام لهو X ناقص 1 الكل مربع عندنا هذا مع هذا سبح لنا كم؟ سبح لنا X و 3 إذن هذا انتهى دوره لاحظوا كيف نقضي على المشكلة ثم عندنا ماذا؟ ثم عندنا هذا بقي لوحده لهو كم؟ ناقص 3X مربع إذن هذا انتهى دوره بقيت لنا ماذا؟ بقيت لنا 8X والـ 8X 16X مع هذا قد ذهب هذا وهذا لاحظوا ماذا بقي لنا يا أبنائي يعني الكل ذهب إذن بقيت لنا العبارة كما تلاحظون هنا معي يعني العبارة قد أصبحت صغيرة جداً إذن هنا X ناقص 1 الكل هو 3 أما البقية فقد ذهب بقية العبارة هذه التي تلاحظونها فقط لاحظوا جيداً إذن أولاً نأتي بالعبارة ها هي نقوم بمحي ما لا نحتاجه هكذا حتى أن الصبورة نظيفة جداً لاحظوا هكذا أبنائي ها هي المشتقة التي تحصلنا عليها الآن نقوم بعنوان وهو إشارة F فتحة لـ X متابع جيد إذن لاحظوا جيداً أبنائي نقول إشارة F فتحة لـ X من إشارة البسط في المقام لماذا أبنائي لأن المقام لاحظوا قوة ثلاثة ليس قوة زوجية بما أن القوة تكون قوة فردية فالإشارة يكون لها تأثير ينعد المقصر إلى ذا عدم البسط نعم لكن الإشارة تكون الإشارة البسط في المقام لو كانت هنا قوة 2 لقلنا المقام موجب في مجمع التعريف لو كان قوة 4 لقلنا موجب لكن لما حدث ذلك الاختزال جاءت قوة ثلاثة فيسبع لها تأثير إذن ماذا نقول؟ نقول X ناقص واحد الكل قوة ثلاثة لا يجب أن تساوي السفر لكن تأثير الإشارة يكون موجود قوة ثلاثة بما أن قوة ثلاثة الإشارة تصبح نفسها قوة واحد معناها تصبح لنا هكذا يعني يمكن وضع النزع هذه القوة الثلاثة ننقل هذا إلى هنا فيصبح لنا X لا يساوي واحد لكن تأثير قلت مثل العبارة من الدرجة الأولى نأتي الآن إلى X قوة ثلاثة ناقص ثلاثة X مربع يجب أن نضعها تساوي السفر لأنها قيمة توجد في البسط يعني لا يؤثر فيمكن استخراج X مربع كعام مشترك فتصبح لنا X ناقص ثلاثة أعيد النشر تتجد الكلام ما زال حقيا يساوي السفر جداء عددا يساوي السفر إما X مربع يساوي السفر ما هو العدد الذي إذا ضربناه في نفسه مرة يعطينا سفر ما هو إلا السفر أو ماذا؟ أو X ناقص ثلاثة يساوي السفر ننقل هذا إلى هنا فتصبح لنا X يساوي ثلاثة إذن أين تنعدم المشتقة؟ تنعدم عند الصفر وعند الثلاثة أما عند الناقص واحد فلا تنعدم لأن مجموعة التعريف عند الواحد لا تنعدم له تأثير قلت في الإشارة فقط إحذاروا الآن أبناء نأتي الآن إلى جدول إشارة المشتقة ها هي المشتقة سوف نقوم بتعيين جدول إشارة لها إذن نكتب هنا جدول إشارة F فتحة لX أولا مجموعة التعريف من ناقص مالا نهاية إلى الواحد اتحاد من الواحد إلى زايد مالا نهاية نأتي الآن أولا إلى ماذا؟ إلى المقام لهو X ناقص واحد الكل قوة ثلاثة بما أن قوة ثلاثة X ناقص واحد الكل قوة ثلاثة هذه إشارته نفس من إشارة X ناقص واحد لأن قوة ثلاثة ليس مربع لو كانت مربع لكانت مجابة فقط إذن نقول هنا عكس وهنا نفس فقط نأتي الآن كذلك من إشارة كذلك هذا مربع لأن تصبح لنا إشارة هذا وإشارة هذا لاحظوا X مربع إذن نضع هنا X مربع أين ينعدم؟ تنعدم X مربع عند الصفر يعني ينزل هكذا هنا لكن وجد ناقص هنا يتركه بما أنها مربع مهما كان هي مجابة يعني الإشارة تبقى لنا إشارة مجابة انظر وتابعوا هذا الجهة يؤثر فيها إلا الواحد يعني لا معناه هذا الصفر جاء عبر سبيل وجد ناقص فيترك ناقص نأتي الآن إلى العبارة الأخرى اللي هي X ناقص ثلاثة أين تنعدم العبارة؟ تنعدم عند الثلاثة فنزل هكذا وهكذا يصبح له هنا التأثير إذن وجد هنا زائد ووجد هنا زائد لا دخل له فيه هنا نفس وهنا عقص وهنا دائما تبقى ناقص 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 هذا ينزل هكذا وجد ناقص ثم يصبح له هنا تأثير وهنا تأثير هذا التأثير لمن؟ للمشتقة اللي هي F فتحة لX نأتي الآن بالإشارة ضرب الإشارة فإن إشارة هذا في هذا في هذا هكذا تقول طيب تابعوا جيدا إذن نأتي إلى حرب الإشارة ما نسمي حرب إشارة معناه هذا في هذا في هذا ناقص في زائد في ناقص تعطينا الزائد ثم ناقص هذا في زائد ناقص في ناقص تعطينا الزائد إذن هنا زائد الزائد في زائد في الناقص تعطينا ناقص وهنا زائد في زائد في زائد تعطينا الزائد هاي قد استخرجنا يا أبنائي الدالة إشارة المشتقة إذن نكتب هنا الدالة كيف هي؟ الدالة F متزايدة تماما على المجل ما هو؟ المجل الذي فيه الزائد يعني من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا ماذا تقول أحد القواعد؟ هنا يوجد لنا نقطة العطاف تقول إذن عدمت المشتقة انظروا جيدا هاي عدمت عند السيئة ولم تغير إشارتها عند تلك الفاصلة فماذا نقول؟ نقول إن السيئة في يقبل نقطة العطاف هذه لاحظوها واسمعوها إذا كانت المشتقة تنعدم عند قيمة ولا تغير الإشارة انظروا هنا تنعدم ولم تتغير الإشارة فالسيئة في يقبل نقطة العطاف عند الفاصلة صيفر إذن الدالة F متزايدة تماما على المجل من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد حتى الصيفر يبقى كما هو يعني لا يؤثر يعني الزائد زيت اتحاد من الثلاثة إلى الزائد ما لا نهاية والدالة F متناقصة تماما على المجال ما هو من الواحد مفتوح إلى الثلاثة نغلقه يعني لا يحدث أي شيء هكذا حتى تفهموا يا أبنائي الآن تحدثنا وقلت استنت هنا الصفر يعني هنا المكان هذا الصفر لأن الصفر لا يصبح له تأثير لأنه نقطة العطاف فقط الآن بعدما أكملنا مع هذا الجدول يا أبنائي نأتي الآن إلى الجدول الآخر لهو جدول التغيرات لكن جدول التغيرات المعروف أنه يملأ انطلاقا من جدول الإشارة إذن نأتي إلى هنا ونكتب جدول تغيرات F هنا ما علينا إلا نقل الأشياء التي توصلنا إليها إذن قلنا المشتقة أين تنعدم تنعدم عند الصفر وعند الثلاثة إذن هكذا أبنائي وهكذا ونضع هنا أف فتحة لإكس ننقل هذه الإشارات زائد زائد ناقص زائد وهنا نكتب أف لإكس إذن عندنا هكذا انظروا جيدا وعندنا هكذا انظروا وعندنا هكذا فقط إذن كم وجدنا هنا وجدنا ناقص مالة نهاية ووجدنا هنا زائد مالة نهاية ذكروا ذلك وهنا أف لسفر سوف نعوذ بالسفر هنا في هذا المكان وجدنا هنا زائد ملا نهاية عفوا قلت وجدنا هنا زائد ملا نهاية ووجدنا هنا زائد ملا نهاية يعني بقيم اقل وقيم اكبر عند الواحد وجدنا زائد ملا زائد ملا نهاية الآن وهنا ما علينا إلا التعويض بآف لثلاثة آف لثلاثة سوف نقوم الآن بالتعويض في ماذا في الدالة بالصفر والثلاثة سوف نلاحظ ونتابع إذن ها هي عبارة الدالة كي تلاحظ ذلك انظروا جيدا وتابعوا معي يا أبنائي إذن ها هي العبارة سوف نعوذ قلت بماذا بالثلاثة ونعوذ بالصفر تعالوا نعوذ أولا نعوذ بالصفر إذن هنا صفر 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 تبقى لنا كم؟ تبقى لنا ناقص أربعة إذن هنا هذه تكون هنا ناقص أربعة نعوذ الآن بالثلاثة لاحظوا نعوذ بالثلاثة تصبح لنا كم؟ تصبح لنا السبعة وعشرون ناقص هذه تسعة في ثلاثة تسعة في أربعة ناقص ستة وثلاثون ناقص زائد أربعة وعشرون ناقص أربعة عالى هنا عوذ بالثلاثة تصبح لنا واحد ثلاثة ناقص واحد وهي اثنان مربع وهي اربعة تصبح لنا كم يا ابنائي لاحظوا جيدا هنا تعطيكم ناقص اربعون تصبح لنا ناقص اربعون وتابع جيدا زائد ماذا ابنائي زائد واحد وخمسون على اربعة وتعطي لنا كم وقلت واحد وخمسون لاحظوا تعطينا احد عشر على اربعة اذا هنا نضع احد عشر على اربعة بكل بساطة وقلت سوف اذكركم النهايات عنده قلت عند الواحد لاحظوا قلت عند الواحد بقيم أكبر وقيم أصغر أعطت لنا هنا لو وضعنا هكذا تعطي لنا زائد ما لا نهاية ولو وضعنا هكذا تعطي لنا زائد ما لا نهاية حتى تفهموا لماذا قلت هذا الأمر نأتي الآن أبنائي بعدما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال الذي بعده قال عين الأعداد الحقيقة A و B و C بحيث إذن نقول هنا تعين الأعداد A ب C لاحظوا هنا أبنائي هنا يوجد لنا إما طريقة المطابقة أو طريقة القسمة الإقليدية نختار القسمة القادية التفادية للحساب الكثير إذن قبل كل شيء قبل أن تقوموا بالقسمة الإقليدية عليكم بنشر المقام يعني X ناقص 1 الكل مربع هي مربع الأول ناقص ضعف الجداء زائد مربع الثاني معناه ثم نضع خط هكذا يا أبنائي ونضع خط هكذا يا أبنائي وننطلق نأتي أولا بهذه نضعها هنا ونأتي بالبسط نضعه هنا هكذا كما أشير لماذا؟ لأن هذه مثلها كمثلة مثلا 21 على 6 هذا مثلها إذن ماذا نكتب؟ نكتب 21 تقسيم 6 ونبحث عن النتائج والبواقي الآن أو الحاصل والبواقي أولا ننطلق تقول قاعدة هذا على هذا لهو X مكعب على X مربع أكيد يبقى لنا X الكل يتفق على هذا ثم تقول قاعدة هذا في هذا كم يا أبنائي؟ X في واحد يبقى لنا كم؟ يبقى لنا X عندنا هنا زائد نقتي ونضع هنا زائد ثم هذا في هذا كم؟ ناقص 2X مربع ناقص 2X مربع ثم هذا في هذا لهو X مكعب ثم نأتي هكذا وندخل عليهم ناقص هنا ناقص ثم زائد وهنا ناقص قاعدة تقول نجمع هذا يذهب مع هذا وهنا تعطي لنا ناقص 2X مربع لما نجمع هذا مع هذا ثم هذا مع هذا يعطي لنا زائد ماذا؟ زائد 7X ثم ننزل هذا ناقص 4 ثم نعيد الكرة ناقص 2X مربع على X مربع نختزل هذا مع هذا يبقى لنا ناقص 2 ثم نعيد هذا في هذا كم يا أبنائي؟ يصبح لنا ناقص 2 نكتب هنا ناقص 2 ثم في هذا نصبح لنا زائد 4X إذن هنا 4X بالزائد وعندنا هذا في هذا اللي هو ناقص 2X مربع ناقص 2X مربع هكذا أبنائي وندخل عليهم الناقص مرة أخرى تصبح لنا هنا زائد وهنا ناقص وهنا زائد هذا يذهب مع هذا تبقى لنا كم؟ تبقى لنا 3X ناقص 2 قلت تبقى لنا 3X ناقص 2 يا أبنائي إذن هل يمكن أن نقسم الآن 3X على X مربع؟ لا يمكن لماذا؟ لأن لو قلنا 3X على X مربع نختزل من هنا ومنه تبقى لنا 3X على X وهذا اللي يعطينا نتيجة لأن X نحن لا نعلم قيمته إذن ماذا يمكن أن نقول هل القسمة تم؟ لا إذن ماذا يمكن أن نقول على هذه العبارة؟ إنها تساوي هذا في هذا زائد الباقي اللي هو هذا مثل ما نقول كهذا المثال لاحظوا مثل ما نقول 21 تقسيم 6 تعطينا 3 والباقي كم؟ والباقي يا أبنائي يعطينا كم؟ يعطينا 3 معنى 21 تساوينا 6 في 3 زائد 3 كذلك هنا هذه X قوة 3 ناقص 4X مربع زائد 8X ناقص 4 تساوينا X ناقص 2 في ماذا؟ في X ناقص 1 مربع يعني أعدت هذه أعدت تحليلها يعني كتابتها هكذا حتى تسهل علي الأمور فقط يمكنك كتابتها منشورة لكن نكتبها محللة أفضل زائد ماذا؟ زائد هذا الباقي لهو X 3X ناقص 2 الآن أبنائي بعدما وجدنا هذا الأمر ماذا يمكن أن نقول؟ لاحظوا كيف نستخدم A والB والS بأبسط طريقة ممكنة فنلاحظ أن عبارة الدلة هي هذه وهذه هي نفسها هذه فنعوذها بما يساوي لهذه العبارة نعوذها هنا في البسط لاحظوا جيدا كيف يمكن استخدار تلك الثوابث بأمر بسيط فتصبح لنا هكذا F لX تساوي ماذا تساوي لنا يا أبنائي؟ تساوي لنا X ناقص 2 في X ناقص 1 الكل مربع زائد 3X ناقص ماذا؟ ناقص 2 هكذا على X ناقص 1 الكل مربع تعالوا الآن نقوم بتفكيك المقام يعني المقام يعني كل واحد حتى تفهموا هذا على هذا زائد هذا على هذا كي يحدث بعض الاختزال لأن الكثير منكم يقول لا يجوز لا يجوز الاختزال في هذه الطريقة لاحظوا فتصبح لنا F لX تساوي تعالوا معي يا أبنائي تصبح لنا X ناقص 2 في X ناقص 1 الكل مربع على X ناقص 1 الكل مربع قل بالتفكيك زائد 3X ناقص 2 على X ناقص 1 الكل مربع هنا يجوز الاختزال أنه هذا يذهب مع هذا مباشرة فتصبح لنا F لX تساوي X ناقص 2 زائد 3X ناقص ماذا ناقص 2 على X ناقص 1 مربع يا أبنائي الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال أبنائي نأتي إلى السؤال الذي بعده قال ماذا تستنتج بالنسبة للمنحن C F والمستقيم ذي معادلته ها هي اللي هو Y يساوي X ناقص 2 ولاحظ هنا لو تدققوا معي انظروا هنا نفسه يعني إذن نقول هنا استنتاج استنتاج ماذا بالنسبة إذن استنتاج هنا المستقيم المقارب إذن استنتاج المستقيم المقارب ما هو المستقيم المقارب هنا أكيد المائل هنا نلاحظ جيدا ركزوا معي كل عبارة تكتبوا على هذا الشكل F ل X يساوي لنا A X زائد B يعني هذه كأنه عبارة أو معادلة مستقيم زائد ماذا زائد H ل X إذا كانت لميت انظروا جيدا هذه قاعدة إذا كانت لميت H ل X لما X يقول إلى إذا وضعنا القيمة المطلقة هكذا معناها عند الزائد والنقص مالنهائي تساوي لنا الصفر فنقول أن Y يساوي لنا A X زائد B مستقيم مقارب كيف هو مائل هكذا تقول قاعدة لاحظوا جيدا لو نأتي الآن إلى عبارة F لX ها هي أمكم وتابعوا معي نقطة نقطة لو تلاحظوا يا أبنائي لو نربطها بالمطابقة مع هذه العبارة انظروا جيدا ها هي العبارة ألا تلاحظون أن هذا هو ال-Y هذا هو المستقيم مقارب وها هي ال- X لX حيث لو نأتي إلى limit 3X ناقص 2 على X ناقص 1 الكل مربع لما X يقول إلى زائد ما لنها والنها تسعين بما أن الدلة نطيقة نقوم بنشرها فصبح لنا limit لاحظوا جيدا نقطة نقطة أبنائي إذن قلت limit 3X ناقص 2 ننشر المقام وهو X مربع ناقص 2X زائد 1 لما X يقول إلى الزائد من النهاية تسأل لنا ماذا بما أن الدلة ناطق فأكبر S على أكبر S صبح لنا limit 3X على X مربع على X مربع لما X يقول إلى الزائد ناقص من النهاية إلى الزائد والنقص من النهاية نختزل من هنا X ومن هنا X فتصبح لنا limit 3 على X لما X هنا يقول إلى الزائد من النهاية هذه 3 على من النهاية تعطينا صفر بما أن هنا limit R لX لما X يقول إلى فماذا يمكن أن نقول على هذه القيمة بالمطابقة نقول ي يسوي لنا مستقيم مقارب مائل بجوار زائد يعني هذا الدي لهو مستقيم ي يسوي لنا يصبح مستقيم مقارب مائل لهذا هو ماذا طلب ماذا نستنتج استنتجنا أن منحني السيئة يقبل مستقيم مقارب مائل ما هي معادلته معادلته هي هذه العبارة لأن للمثل هذه القيمة أعطت لنا الصفر يعني النهاية أعطت لنا صفر فهذه هي مستقيم مقارب وقد قلنا التبرير معناه التبرير أن النهاية هذه أعطت لنا كم أعطت لنا صفر بعدما أكملنا مع هذا السؤال نأتي أبنائي إلى السؤال الذي بعده قال حدد وضعية CF بالنسبة إلى D لتكون A نقطة تقطع CF وD نحن نعلم أن المستقيم D معادلته كانت هي يجراج يستيجنها هي أمامكم انظروا اللي هي يجراج يستيجنها X ناقص 2 الوضعية نقول إذن نكتب هنا تحديد وضعية CF بالنسبة إلى D تقول قاعدة ندرس إشارة الفرق بين ماذا؟ بين F لX ناقص Y هكذا تقول قاعدة على المجال يجب أن على D F اللي هي R معادة الواحد إذن ننطلق فتصبح لناها هكذا F لX ناقص Y تساوي ال-F لX قيمتها هاي نعمل بهذه القيمة الثانية أفضل أفضل من القيمة الأولى حتى يحدث بعض الاختزان ناقص Y ناقص Y ها هي ال-Y كم يساوي لما تكون ناقص معنا نصبح لنا هنا ناقص X زائد 2 يقول أحدكم لماذا يا أستاذ لأن نتخيلها أضرب هذه في الناقص فتصبح لنا هنا ناقص وهنا زائد كما أشير فقط فماذا يحدث هذا وهذا 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 كلهم ذهابوا فأصبحت تساوينا 3X ناقص 2 على X ناقص 1 لكل مربع تقول القاعدة إشارة كسر من إشارة البصء في المقام قلت إشارة كسر نكتبه هنا إشارة كسر من إشارة البصء في المقام لكن في هذه الحالة عندنا المقام اللي هو X ناقص 1 الكل مربع هذا موجب تماما على R معادة الواحد معادة الواحد إنها مجموعة التعريف المقام موجب فتصبح الإشارة من إشارة ماذا من إشارة 3X ناقص 2 نبحث عليه أنا تنادم نأتي بهذا إلى هنا تصبح لنا 3X يسعي 2 ومنه X يسعي 2 على 3 لأن X مضروب في 3 الآن النقطة التي لاحظوا جيدا يوجد نقطة تقاطع قال A قال وليتكن A قال لتكن نقطة A نقطة تقاطع يعني يريد كذلك النقطة أن نستخرج إحداثها الأمر جدا بسيط نأتي الآن هنا برسم جدول من خلال ذلك الجدول يمكن أن نعطي الوضعية يا أبناء نتابع جيدا هكذا وهكذا نتابع جيدا إذن نكمل هكذا الرسم يا أبناء اللي هو الجدول هذا لاحظوا هكذا ثم عندنا المسؤول هو 3X ناقص 2 هو الذي يعدم هذه القيم إذن لاحظوا هنا عندنا X من ناقص مالا نهاية وهنا عندنا الواحد وهنا عندنا الزائد مالا نهاية وقلنا أنه لاحظوا جيدا المسؤول ها هو 3X ناقص 2 ينعدم عند 2 على 3 2 على 3 لأنها أصغر من الواحد بما عبارة من الدرجة الأولى هنا النفس وهنا عكس ونأتي هنا إلى الوضعية هذه هكذا كما أشير يا ابني انظروا لأن العبارة غير معرفة هكذا انظروا تابعوا لأن العبارة غير معرفة هكذا كلية بالرغم هي هنا يمكن أن نتركه هنا نتركه كخط فقط لأن العبارة هذه معرفة في تلك هنا معرفة لكن هنا في الوضعية تصبح غير معرفة ونكتب هنا الوضعية إذن عندنا هكذا القاعدة تقول هكذا هنا نقول CF يقع أسفل كلمة ناقص معناها أسفل أسفل D هنا نقول CF يقطع ماذا يقطع D وهنا CF ماذا يحدث يقع فوق D وهنا بما أن الزائد هذا هو نفسه يبقى هنا بأنها هو مختلف الطرق هنا نقول هنا كذلك CF يقع فوق D هذه الوضعية بأبسط طريقة إذن هنا يمكن أن نقول وضعية CF بالنسبة إلى D فقط هكذا قد درسنا وضعية المستقيم المنحنى والمستقيم يا أبنائي ناتي الآن أبنائي إلى السؤال الآخر قال أرسم CF وD تأخذ الوحدة لاحظوا 2 سنتيمتر على محور الفواصل ها هي 2 سنتيمتر وعلى محور ترتيب 1 سنتيمتر يعني علينا أن نحترم هذا الشيء الذي أعطيه لنا إذن لاحظوا جيدا نقطة أبنائي أولا نرسم المستقيم مقارب نحن نعلم المستقيم مقارب وهو Y يشوينا X ناقص 2 نستعمل هنا جذول بسيط وهو X و Y نعطي لهذا مثلا صفر فيصبح ال Y كم لاحظوا جيدا ال Y تصبح لنا ناقص 2 ثم نعطي له مثلا 1 لما نعوذ X ب1 كم تصبح لنا العبارة تصبح لنا العبارة يا أبنائي وهي ناقص 1 فماذا ينتج يا أبنائي نلاحظ جيدا إذن نتابع إذن تصبح لنا 0 مع ناقص 2 0 مع ناقص 2 ثم 1 مع ناقص 1 1 مع ناقص 1 ها هو ونربط ما بين هذه المستقيمات كما تلاحظون هنا يا أبنائي بين النقطتين هذه النقطتين لاحظوا ثم ها كذا تابعوا أبنائي كي تتعلموا بهذه البساطة هنا هكذا عندنا كذلك المستقيم المقارب العمودي ها هو أمامكم لهو X يساوي لنا كم يساوي لنا واحد X يساوي واحد ها هو أمامكم انظروا تابعوا إذن هذا نسميه D عفوا نسميه المستقيم D وهذا نسميه X يساوي لنا واحد مستقيم عمودي لاحظوا نقطة نقطة أبنائي كي تتعلموا وها هي الوضعية كذلك الوضعية قلنا أن المنحني يتقاطع مع ماذا المنحني يتقاطع مع المستقيم المقارب في هذه اللي هي ثلاثة اثنان على ثلاثة نتابع عندنا أولا لاحظوا يا أبنائي معناه هذه هي فاصل التقاطع المستقيم والمنحان اللي هي 0.66 0.66 يا أبنائي معناه إذا كانت هاي 0.5 0.66 تكون في هذا الموضع كما أشير هنا عندنا كذلك لو تتذكروا لاحظوا ها هي النقطة التي سميتها قلت لكم نقطة الإنعطاف لماذا المشتقة تنعدم ولا تغير إشارتها عند ماذا عندنا سفر مع ناقص أربعة سفر مع ناقص أربعة إذن سفر مع ناقص أربعة ها هو ذلك المكان انظروا وتابعوا كيف يتم الآن الرسم إذن بما أن قلنا هذه نقطة إنعطاف يا أبنائي قلنا هذا المستقيم مقارب كيف هو لاحظوا جيدا وتابعوا إذن هنا D وهنا كذلك يكون بجوار D كما أشير في هذا المكان وهنا يكون بجوار D في هذا المكان إذن يأتينا ها كذا انظروا مستقيم مقارب ها كذا يا أبنائي ثم نتابع أفضل لاحظوا لكأن نجعلها هذه نقطة إنعطاف إذن يكون ها كذا يكون بالقرب من D ثم يسعد ثم يتجه لما يلحق إلى هذه النقطة صفر مع ناقص 4 يغير اتجاه معنا صفح لهذا سميتها نقطة إنعطاف لأن المشتقة الأولى تنعدم ها هي التنعدم ولا تغير الإشارة إذن ثم يتجه ها كذا انظر يا أبني ها هو بدأ يسعد بجوار تلك X يساول ناول حد يعني يشبه ما نسميه نحن مثل الجدار حتى تفهموا فكرة فقط ثم هذا الجزء الأول نأتي الآن إلى الجزء الثاني الجزء الثاني فيه قيمة حدية تشبه الحفرة وهي الثلاثة لاحظوا ثلاثة مع ماذا مع 11 على 4 وهي 2.7 2.7 معنا سوف تكون لنا بالتقريب في هذا المكان هذه ها كذا تشبه حفرة انظروا معنا هي يأتينا من هنا ها كذا ثم ينزل ها هو أمامكم لاحظوا ثم ينزل ثم يعيد الاتجاه نحو D ها هو اتجاه نحو D كما أشير وإنه منحن يعني مستحيل نرسمهم مثل ما يرسم بالبرنامج يعني باليد الحرة هذا ما نسميه يا أبناء ماذا نسميه C F فقط بهذه البساطة لاحظوا يا أبناء بعد ما أكملنا لاحظوا ها هو أمامكم منحنة بالبرنامج يعني حتى يكون أوضح قال بين أن المعادلة F لX تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا Alpha على المجال من ناقص من النهاء إلى الواحد ثم واستنتج قيمة مقربة إلى عشر قوى ناقص إثنان يعني عددان ولا ألف فصيلا للعدد Alpha إذن نكتب هنا كعنوان البرهان البرهان أن المعادلة F لX تساوي صفر تقبل ماذا تقبل حلا وحيدا Alpha حيث Alpha هذا ينتمي لنا من ناقص مال نهاية إلى الواحد مفتوح لأن الدلة غير معرفة انظروا جيد يعني هنا أكيد مبرهنة قيمة متوسطة لو نلاحظ إنه Alpha هو في هذا المكان يوجد Alpha كما أشير هنا في هذا المكان يوجد لنا Alpha لأن التفسير البياني لـ F لX تساوي الصفر تقاطع المنحني مع محور الفواصل هذا هو تفسيرها البياني F لX تساوي الصفر إذا قال ما هو أدال أدال F كيف هي مستمرة وكيف هي لاحظوا ها هي من ناقص مال نهاية إلى الواحد انظروا تابعوا ها هي أمامكم كيف هي و متزايدا تماما على المجال الذي أعطيه لنا اللي هو من ناقص مال نهاية إلى الواحد هذا الأمر أو المستمرة أو متزايدة و limit انظروا جيدا F لX لما X يؤول إلى ناقص مال نهاية كم تساوي X يؤول إلى ناقص مال نهاية انظروا كم تساوي لنا ناقص مال نهاية وماذا و limit F لX لما X يؤول إلى واحد بقيم أقل أعطت لنا ها هي أمامكم أعطت لنا زائد مال نهاية نقول فإن صفر ينتمي من المجال من ناقص مال نهاية إلى زائد مال نهاية يعني ينتمي إلى صور هذه يعني الصفر موجود بينهما نقول ومنه حسب مبرهنة هكذا أبني القيم المتوسطة فإن المعادلة F لX تساوي الصفر تقبل حلا كيف هو وحيدا ألفا حيث ذلك الألفا ينتمي لنا من ناقص مال نهاية إلى الواحد مفتوح إذن مبرهنة القيم المتوسطة فقط الآن ثم بعدما قمنا بالإجابة على هذا السؤال يا أبني قال أعطي أو استنتج قيمة مقربة لألفا نحن هنا لاحظوا إلى هذا السؤال أعطينا بعدما رسمنا منحنة معناه أنه محصور ما بين ماذا أكيد ما بين الصفر والواحد مهما كان لأنها هي الألفا انظروا جيدا ها هي الألفا هنا في هذا المكان تظهر أنها أكيد محصورة ما بين صفر وواحد ثم ننطلق في عملية التنصيف رويدا رويدا نتابع يا أبنائي إذن هنا أبنائي كيف تتم العملية قال إلى عشر قوة ناقص إثنان أولا لو نلاحظ إلى هنا ها هي الألفا هنا في هذا المكان ألفا نلاحظ إنها محصورة ما بين الصفر وواحد مهما كان إنها محصورة ما بين تعال نعوذ بالصفر نعوذ هنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر عوذ تصبح هذه صفر 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 تعطينا في المقام واحد ناقص إثنان مع النقص 2 نصبح لنا نقص 4 إذن نكتب هنا x وهنا f لx تابعوا جيدا إذن هنا لما أخذ الصفر وجدنا كم وجدنا 4 لاحظوا يا أبنائي انظروا وتابعوا معي النقطة نقطة إذن وجدنا نقص 4 هنا هنا عندنا الواحد ماذا تقول القاعدة دائما علينا أن نجد الألف ما بين صورة سالبة وصورة مجابة إذن ماذا تقول القاعدة هنا نأتي بهذا زائد هذا اللي هو سفر زائد واحد ونقسيمهم على اثنان سفر زائد واحد اللي هو واحد على اثنان اللي هو سفر فاصل خمسة ثم نحسب يا أبنائي صورة ماذا صورة سفر فاصل خمسة لاحظوا الأمر جد بسيط نعوذ هنا بسفر فاصل خمسة وهنا سفر فاصل خمسة وهنا سفر فاصل خمسة وهنا سفر فاصل خمسة ونقوم بالحساب بالآلة الحاسبة سوف نجد ناقص ثلاثة ونصف إذن هنا وجدنا ناقص 3.5 ما زالت هذه هنا الزائد ما لا نهاية الزائد ما لا نهاية السورة هنا معناه الزائد ما لا نهاية إذن قلنا دائما يجب أن يكون الصفر ما بين قيمة موجبة وقيمة سالبة الآن ما زال وصلنا إلى 10 قوى ناقص 1 ها هي 5.0.5 لكن هو طلب إلى 10 قوى ناقص 2 عددا وراء الفاصلة ماذا تقول قاعدة تقول هذا زائد هذا دائما نكمل إذن 1 زائد 0.5 اللي هو 1.5 تقسيم 2 تعطينا 0.75 نقوم الآن بحساب صورة 0.75 معناه نأتي إلى الدالة هنا ونعوذ ب 0.75 وهنا 0.75 وهنا كذلك وهنا كذلك ماذا نجد يا أبنائي نجد بعد الحساب 0.25 لاحظوا إذن قلت نجد كم ناقص 0.25 إذن هنا ناقص 0.25 ما زال بين الآن هنا صورة سالبة وهذه الزائد ملا نهاية لكن وصلنا إلى 10 قوة ناقص 2 إذن ماذا يمكن أن نقول على الآلفة الآلفة أصبح محصور هنا يا أبنائي في هذا المكان معناه آلفة أصبح محصور ما بين الواحد وماذا والصفر فاصل 75 وهذه في الأصل هي ماذا يمكن أن نكتبها يكتبها 75 في 10 قوة ناقص 2 ها هو الآلفة أصبح محصور ما بين لأنه هو من طلب هذا التقريب إلى 10 قوة ناقص 2 إذن أعيد لما تجدوا هذا الأمر إن نحسب الصور دائما نقسم مجال هذا في الأول قمنا هذا زائد هذا قسم 2 نعطى نصف فاصل 5 وجدنا صورتها سالبة إذن نتجه بهذا الاتجاه دائما لماذا نتجه لأن هنا زائد ما لنهاية الموجب والسالب يوجد الصفر بينهما فقط لا يوجد ما بين الموجب والموجب أو السالب والسالب لأن هنا لا يوجد الصفر في هذه الصور هنا لا يوجد الصفر ما بين الناقص 4 والناقص 3 ونصف إذن كذلك ثم بعدما أكملنا قمنا بجمع هذا وهذا أعطى لنا الصفر فاصل 75 قمنا بحساب صورة أعطت لنا الناقص صفر فاصل 25 لكن توصلنا إلى 10 قوة ناقص 2 نتوقف إذن فنحكم على أن الألفا محصور ما بين الصفر 75 والواحد فقط هذا ما نسميه يا أبنائي ماذا استنتاج قيمة مقربة إلى 10 قوة ناقص 2 للعدد ألفا فقط الآن أبنائي بعدما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال المناقش قال استنتاج بيانيا عدد حلول المعادلة F لX تساولنا X زائد M حيث M و 6 حقيقي إذن هنا أبنائي نقول استنتاج حلول المعادلة F لX تساولنا X زائد M ركزوا معي ونحن عندنا المستقيم المقارب ما هو هو D لهو D ذو المعادلة X ناقص 2 ركزوا نقول هناك تفسير بياني لحلول المعادلة لأنه قال حلول بيانيا يجب أن نفسرها بياني حلول حلول المعادلة F لX تساولنا X زائد M هي ما هي يا أبنائي هي فواصل فواصل يعني على هذا المحور محور الفواصل هي فواصل تقاطع C F مع المستقيم المستقيم نسميه D M نسبة إلى الوسيط M ذو المعادلة Y يساولنا X زائد M هذا D أما هذا سميته D M نسبة إلى أنه يوازيه لماذا ركزوا بين هذا و Y يساولنا X زائد M معامل التوجيه لهو هنا كم واحد وهنا واحد فماذا يمكن أن نستنتج نستنتج أن D D يوازي D M معناها المناقشة كيف تكون مناقشة مائلة ها هو دالطاء يعني يأتي من هنا ويبدأ ها كذا بالصوت لكن هنا نحن نعرف لكن أي منطقة أو أي نقطة يبدأ بها في التمس ركزوا لا يوجد تقاطع لا يوجد تقاطع لا يوجد تقاطع في هذه النقطة هنا ينطلق التقاطع كم تكون هذه الفاصلة انظروا هذه الفاصلة لا نعلمها إذن ما علينا إلا أن نستخرج تلك الفاصلة التي تنطلق لأنها بعدها ركزوا بعدها يصبح حلان لاحظوا يتقاطعان في نقطتان معناه يوجد لنا حلان لكن في هذا المنطقة هنا كما أشير يا أبنائي هنا كم تكون الفاصلة إذن للإثبات على ذلك علينا أن نجد معادلة مماس يا أبناء يكون في هذا المكان منه تنطلق المناقشة تابعوا جيدا المناقشة كيف تتم علينا أن نقول بما أنه هكذا بما أنه أفوا بما أنه دي يوازي دي أم فإن لهم نفس معامل التوجيه معامل التوجيه هنا كم قلنا نحن إيغرق يساوي أننا إكس ناقص إثنان والآخر إيغرق يساوي أننا إكس زائد آ فمعامل التوجيه هو ها هو أمامكم لهو واحد وواحد ومعامل التوجيه نحن عندنا مصطلح معامل التوجيه ما هو يا أبناء هو العدد المشتقى إذن ما علينا أن نحل المعادلة فتحة لإكس سيفر تساوي أننا معامل التوجيه لهو واحد ركزوا هذا الأمر أساسي لأن لم يعطلنا تلك المأماز نحن من نبحث عليه نأتي إلى حل هذه المعادلة لإيجاد تلك الفصلة التي تنطلق منها المناقشة لاحظوا فقلنا نجعلها هذه تساوي أننا واحد نستعمل جداء الطرفين في جداء الوساطين هذا في هذا وهذا في هذا فماذا ينتج؟ ينتج لنا إكس قوى ثلاثة ناقص ثلاثة إكس مربع تساوي أن إكس ناقص واحد لكل قوى ثلاثة يمكن أن ننشر هذه إكس ناقص واحد مربع في إكس ناقص واحد إكس ناقص واحد مربع في إكس ناقص واحد إكس ناقص واحد مكعب تصبح تساوي لنا ننشر الأولى إكس مربع ناقص 2x زائد 1 في x ناقص 1 أنا أقوم بنشر هذه العبارة فقط تابعوا نكمل تصبح لنا هذا في هذا لهو x مربع لاحظوا x مربع x عفوا مكعب ثم هذا في هذا يصبح لنا ناقص x مربع ثم هذا في هذا ناقص 2x مربع ثم في هذا يصبح لنا ناقص 2x ثم هذا في هذا زائد x ثم هذا في هذا ناقص 1 فماذا ينتج لنا x قوى 3 ناقص 3x مربع ناقص لاحظوا جيدا قلنا لاحظوا يا أبنائي قلنا هذا في هذا يعطينانا كم حتى لا نخطئ في الحساب قلنا هذا في هذا يعطينانا ناقص 2x مربع ثم هذا في هذا يعطينانا زائد ماذا زائد 2 زائد 2x لاحظوا جيدا نتابع إذن نلاحظ هنا ربما حدث خطأ لما نشرنا هذا في هذا يعطينا زائد 2x هنا زائد ربما أخطأت فقط في الحساب لاحظوا أبنائي قلنا تصبح لنا زائد 3x x ناقص 1 هذا لو نقطع الآن تصبح لنا ومن هنا x قوى 3 ناقص 3x مربع يذهب هذا مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا تبقى لنا ماذا تبقى لنا 3x ناقص 1 ماذا تصنع بما أن هذا ذهب يترك لنا الصفر فيصبح لنا 3x يساولنا 1 ومنه x يساولنا 1 على 3 إذن الفاصلة هي 1 على 3 لكن 1 على 3 هذه علينا أن نحسب ماذا معادلة المماس عندها إذن نقول حساب هكذا حتى تفهموا الأمر جدو بسيط إذن حساب معادلة المماس إذا سميناه t عند x يساولنا ثلث لاحظوا نقطة نقطة أبنائي فتصبح لنا y يساولنا f فتحة لمن لثلث في x ناقص ثلث زائد f لثلث هذه بدون أن تقوموا بحسابها هي قيمتها كم انظروا نفسها معامل التوجه لي واحد تصبح لنا y يساولنا 1 لا دعي لكتبته في x ناقص 1 على 3 زائد f لثلث f لثلث معناه نأتي إلى عبارة الدلة ونقوم بحساب ذلك لاحظوا معناه تصبح لنا f لثلث تصبح لنا نحن نملك العبارة وهي x ناقص 2 سبح لنا 1 على 3 ناقص 2 زائد 3 في 1 على 3 ناقص 2 على 1 على 3 ناقص 1 لكل مربع هكذا يا أبنائي يعني الأمر يعني الأمر جدو جدو بسيط لما نقوم بالحساب يعني f لثلث بعد الحساب سوف نجدها تساولنا ناقص 7 لاحظوا جيدا ناقص 47 على 12 يعني هنا تصبح لنا في هذا المكان تصبح لنا هكذا y يساول لنا x ناقص 1 على 3 ناقص 47 40 على 4 نواحد المقام تصبح لنا y يساول لنا x هنا نجعلها 12 وهنا 3 وهنا 4 فتصبح لنا ناقص 51 على 4 يمكن أن نقسم ناقص لاحظوا جيدا حتى لا نخطئ في الحساب ركزوا معي إذا قلنا هكذا تصبح لنا x هنا نضرب في ماذا لاحظوا يا أبنائي نقطة نقطة هنا قلنا الـ 12 هنا الـ 12 عفوا إذن هنا الـ 12 إذن هنا نضرب في ماذا في 4 ونضرب هنا في 4 فتصبح لنا هكذا ناقص هنا 4 مع هذه تصبح لنا 51 على 12 لأن هذه قلنا ناقص 47 على 12 نختز تصبح لنا y يساولنا x ناقص ماذا ناقص 17 11 على 4 قاسبنا على 3 لاحظوا ها هي معادلة t إذن معادلة t وجدناها بعدما وجدنا هذه القيمة سوف نعود إلى المناقش يعني قضية الحساب هذه فقط يعني 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 نتصبح لنا t معادلته y يساولنا x ناقص 17 على ماذا على 4 الآن بعدما وجدنا هذا t نأتي الآن نعود إلى المناقش لاحظوا نقطة نقطة سوف نعود إلى المناقش ويحل المشكلة ها هو الأمر الآن ننطلق في المناقش إذن أولا عندنا قلنا أن delta m وعندنا delta t إذن إذا كان الآن الآن أين يكون على محور ماذا على محور التراتيب الآن يكون على هذا المحور كما أشير انظر لأنه مربوط بعبارة المستقيم المستقيم أي مستقيم يكتب y يساوي ax زائد b الب هو الآن والبي هو الذي يتقاطع مع المستقيم مع محور التراتيب أي مستقيم يتقاطع في البي إذن ماذا ينتج يا ابنائي ينتج أن آم في الأول ينطلق من ماذا ينطلق لاحظ دائما انظروا إلى الآن أنه مع محور التراتيب جاء من أين من ناقص مالانه لاحظ بدأ بالسعود الآن أين يكون يكون مع هذه هكذا يكون في هذا المحور هتتفهم هذا قلت الآن ما ينطلق من ناقص مالانه لأن نوقع النقص حسب قيم آم لا يوجد حلول لا يوجد حلول لا يوجد إلى غاية هذا المكان هذا المكان انظروا جيدا كم يكون الآن الآن يكون بالمطابقة يعني هتتفهم بالمطابقة يكون هو هذه القيمة إذن آم يكون من ناقص مال نهاية إلى غاية ناقص 17 على ماذا على 4 مفتوح لا يوجد حلول للمعادلة لا يوجد لا يوجد تقاطع الآن في هذه المنطقة آم كم يكون يكون هنا في هذا المكان آم يصبح يسين ناقص 17 على 4 للمعادلة حلا وحيدا كم قيمته تعالوا نسقط هكذا إنها ثلث إنها كم إنها ثلث يعني x يسي لنا الثلث الذي وجدناه في هذه العبارة ها هو أمامكم حتى تفهموا الفكرة معناه الآن نكمل المسير لاحظوا أبناء نقطة نقطة نكمل المسير الآن من هنا وننطلق آم كم يكون أولا آم سوف نعلم في هذه النقطة يكون قنا ناقص 17 على 4 ويبدأ بالسعود لاحظوا عافوا يبدأ بالسعود ها هو بدأ بالسعود كم يقطع الآن يا أبناء يقطع في نقطة النقطة الأولى كيف هي سالبة والنقطة الأخرى كيف هي موجبة إلى غاية ماذا يعني يوجد لنا حلان إلى غاية ماذا يوجد حلان مختلفا حلان 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 إلى ماذا نقول يا أبنائي الله يوجد معي نقطة نقطة نقول آم ينتمي من ماذا من ناقص 17 على 4 إلى غاية هذا المكان هنا كم يكون الآن إلى غاية ناقص 2 مفتوح للمعادلة حلان كيف هم مختلفان في الإشارة مختلفان ومتميز مختلفان في الإشارة ثم عندنا الآن في هذه المنطقة هنا آم يساوي ناقص 2 انظروا كم يكون ها هو كم وجدناه إكس للمعادلة حلان كيف هو وحيد حلان وحيد دم كم قيمته إكس يساوينا في هذا المكان الذي درسنا به الوضعية إنها 2 على 3 التي درست في الوضعية ثم الآن آم المستقيم يكمل مسيرة ها هو يكمل كم يقطع يا أبناء انظروا كم يقطع تابعوا بأم عينكم إنه يقطع في نقطتان ها هي واحدة وها هي الأخرى إلى غاية ماذا إلى غاية المالة نهاية إذن نقول آم ينتمي من ناقص 2 إلى غاية زائد مالة نهاية إلى غاية زائد مالة نهاية للمعادلة حلان كيف هما موجبان يعني يأتيان في الفرع الموجب يعني موجبان ومتميزا موجبان ها هي إذن أكرر هكذا يأتينا المستقيم ينطلق من هنا ويبدأ بالصعود لا يوجد لا يوجد لا يوجد إلى غاية هذه نقطة التمس التي وجدناها ثم إلى هنا نقطة التمس يوجد حل ثم حلان 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 هنا يوجد حل ثم ينطلق كذلك حلان 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 إلى غاية المالة نهاية بأبسط طريقة فقط يا أبنائي ناتي الآن أبنائي إلى السؤال الآخر قال نريد إيجاد نتيجة سؤال خامسا وهو المناقش البيني باستعمال الحساب بين أن فواصل نقطة تقاطع المنحني CF مع المستقيم ذو المعادلة يساوي XZM الذي كنا نتحدث عليه هي حلول هذه المعادلة هنا بأبسط طريقة لاحظوا معناه يريد مننا أن نثبت أن F XZM هي نفسها هذه المعادلة هذه البساطة فقط يريد مننا أن نثبت ذلك أن انطلاق من F XZM لكوة تحدثنا عليه في المناقش البيانية ها هي أمامكم ها هي يريد مننا أن نثبت أن حسابيا هي نفسها هذه في العبارة فقط الحساب ما زال بعد سوف يأتي في السؤال الذي السابق إذن نأتي بالعبارة ها هي عبارتنا عبارة الدالة يا أبنائي لاحظوا نجعلها تساوي لنا X زائد M نستعمل جداء الطرفين في جداء الوساطين ونلاحظ إلى تلك العبارة أم لا إذا وصلنا إلى هذه العبارة فنحن على صوب إن لم نصل على فنحن مخطئون جداء الطرفين في جداء الوساطين تصبح لنا هكذا تصبح لنا X قوة 3 ناقص 4 X مربع هكذا زائد 8 X ناقص 4 تساوي لنا ماذا تساوي لنا X زائد M في X ناقص 1 لكل مربع هذا الأمر الأول ثم ماذا ثم ما رأيكم أن نكمل عملية النشر تابعونا نقطة نأتي الآن دائما بالعبارة أمامنا للوصول إليها وننطلق في عملية النشر فتصبح لنا X قوة 3 ناقص 4 X مربع ناقص زائد 8 X ناقص 4 تساوي لنا ننشر هذه القيمة لأن هنا عندنا مربع تصبح لنا X زائد M في X مربع ناقص 2 X زائد 1 نشرت العبارة هذه ثم نكمل تصبح تساوي لنا ننشر هذا في هذا تصبح لنا ك تصبح لنا X قوة 3 ثم في هذا ناقص 2 X مربع ثم في هذا زائد X ثم هذا في هذا زائد M X مربع ثم في هذا ناقص 2 M X ثم في هذا لاحظوا جيدا في هذا تصبح لنا زائد M ما عندنا من هنا X قوة 3 ناقص 4 X مربع ناقص زائد 8 X عفوا زائد 8 X نلاحظ هل يحدث عندنا هذا اولا ذهب مع هذا الى الابد ثم نجعلها الان معدلة صفرية رويدنا رويدا ابناء لا تقلق يعني نقلق في الحساب تصبح لنا ما رأيكم ان ننقل هذه القيم ننقل مثلا الى هذه الجهة فتصبح لنا كلهم ننقل لانها مجرد معدلة سوف تصبح لنا هذا الامر ركزوا سوف تصبح لنا ناقص 2x مربع هذا زائد x زائد ام x مربع ناقص 2 ام x زائد ام قلنا وننقل هذه الى هنا سوف تصبح لنا زائد 4x مربع ناقص 8x ناقص زائد 4 في الساوء السفر نقلت الى هذه الجهة وعيني دائما موضوع على هذا المكان ركزوا ارجوكم فنلاحظ هل نصل الى هذه القيمة ام لا ما رأيكم ابناء لو نكمل الحساب هذا مع هذا كم انظروا تصبح لنا 4x مربع مع ناقص 2x مربع تصبح لنا كم تصبح لنا 2x مربع اذا هذا انتهى دوره زائد ام x مربع اذا هذا انتهى دوره ركزوا نقطة نقطة كنتعلم وتابعوا معي عندنا كذلك هذا مع هذا كم يعطي لنا يعطي لنا ناقص 7x اذا هذا مع هذا انتهى دوره ناقص 2x هذا انتهى دوره زائد ام هاوى ام زائد 4 يساوي السفر الآن نستخرج هنا x مربع كعمل مشترك تصبح لنا ام زائد 2x مربع اذا هذا انتهى دوره ثم نستخرج هنا ناقص ناقص ماذا ناقص ثم نكتب هكذا 7 ناقص زائد 2 ام هذا مع هذا استخرجت ناقص x ثم زائد ام زائد 4 يساوي السفر يا ترى هل هي انها هي بعينها انظروا جيند ها هي امامكم الا انه يعني قال ابناء هنا يمكن ان هذه الاماكينة حتى تلاحظ ربما تقول من اين اتى بهذه يمكن ان نكتب هنا 2 ام زائد 7 لان 7 زائد 2 ام كتابة وحيدة اذا نقول ومنه نفس حلول المعادلة وجدناها بهذه البساطة المطلقة فقط يا ابناء يعني طلب منا ان ننطلق من هذا المكان ونجد هذه العبارة الموطات قد وجدناها بابسط طريقة ممكن فقط يا ابناء نأتي الآن ابناء الى التأكد اذا قال جد حسب قيم ام عدد حلول ا يعني علينا هنا ان نثبت حسابيا نفس الحلول التي وجدناها بيانيا اذا اولا نأتي الى هذه المعادلة لاحظوا جيدا هذه المعادلة اول شيء علينا ان حتى تصبح معادلة من درجة ثانية علينا ان نحترم هذا الشيء اذا هذه ايناتا عادي مركزوا ارجوكم لان هذه موجودة على قناتنا في اليوتيوب اكتبوا معادلة الوسيقية سوف تجدوننا درس مثل هذا النوع حتى تصبح معادلة من درجة ثانية اولا قبل ان تكون من درجة ثانية يمكن ان تكون من درجة اولى ما رأيكم اذا قلنا ام زائد اثنان يساوي الصفر معناه ام كم يساوي ناقص اثنان ام يساوي ناقص اثنان تصبح حاليا عوض هنا بالناقص اثنان وعوض هنا بالناقص اثنان وعوض هنا بالناقص اثنان فماذا ينتج يا ابناء ان هذا تذهب الى الصفر وتصبح لنا ناقص انظروا ناقص ناقص اربعة زائد السبعة هكذا لاحظوا X ناقص 2 زائد 4 تساوي السفر إذن هذا ماذا ينتج؟ ينتج هنا تصبح لنا ثلاثة والناقص بحلنا ناقص ثلاثة X زائد 2 يساوي السفر أي أنه ناقص ثلاثة X تساوي لنا ناقص 2 معناه X يساوي لنا يساوي لنا يا أبناء 2 على 3 لاحظوا هنا ها هو في هذا المكان حتى أريكم هنا في المعلم هنا في المعلم كم يكون الآن؟ يكون ناقص 2 كم يكون الحل؟ ها هو الحل الذي تحدثنا عليه وهو 2 على 3 إذن ها هي 2 على 3 S 1 يساوي 2 على 3 إذن نحن لسنا مخطئون مع المناقش البياني إذا كان أم يساوي كم؟ ناقص 2 نعم وجدنا ذلك إذا كان أم يساوي ناقص 2 للمعادلة حلا وحيدا هو 2 على 3 هذا الأمر قد تأكدنا منه نأتي الآن أبنائي إلى لما يكون الآن الآن لا يساوي ناقص 2 فتصبح العبارة من أي درجة؟ تصبح العبارة من درجة ثانية فتصبح العبارة مكتبة على الشكل AX مربع زائد BX زائد C يساوي لنا الصفر نتابع جيدا إذن هنا يقولنا إذا كان الآن يختلف عن ناقص 2 وهي ها هو ذلك النقطة نتابع جيدا هنا أبنائي إذن ما علينا إلا حساب المميز المميز الذي يساوي لنا B مربع ناقص 4 في A في C تساوي لنا الـ B ها هو يا أبناء الـ B إذن تصبح لنا ناقص نفتع قوس 2AM زائد 7 الكل مربع ناقص 4 في A لهو AM زائد 2 لهو العدد مضروف في الـ X زائد السل لهو AM زائد 4 فتصبح تساوي لنا بما أن التربيع هذا الناقص يذهب مباشرة بقاعدة التربيع يصبح هكذا مربع الأول لهو 4AM مربع زائد مربع الثاني لهو 49 زائد ضعف الجداء هذا في هذا كم 14 في الضعف تصبح لنا زائد 28AM هكذا قد نشرناها ناقص نأتي هنا لكي نثبت كذلك ناقص 4 وننشر هذا في هذا عفوا نكمل مع الآخر ثم هذا في هذا تصبح لنا AM مربع ثم في هذا زائد AM مربع زائد 4AM ثم في هذا زائد 2AM ثم في هذا زائد 8 فتصبح لنا تساوي لنا 4AM مربع زائد 49 زائد 28AM ناقص 4AM مربع لأن أنا أنشر ناقص 16AM ركزوا نقطة نقطة أبنائي ناقص 8AM كم ناقص 32 تصبح تساوي لنا إذن هذا أولا ذهب إلى الأبد هذا النقطة الأولى ثم عندنا هذا مع هذا كم يصبح لنا ناقص 24 مع 28 يصبح لنا 4AM 4AM هذا وهذا وهذا قد ذهب عندنا هذا مع هذا لاحظوا اللي هي 49 ناقص 32 تصبح لنا 17 إذن زائد 17 هذا هو المميز دالتا تابعوا وانظروا جيدا معي إذن ها هو المميز دالتا الذي وجدنا الآن بعدما وجدنا المميز هذا الدالتا بوسيط الوسيط آم فعلينا أن نبحث أين ينعدم أين ينعدم نقول دالتا يساوي لنا يساوي لنا كم يساوي لنا 4 AM زائد 17 نجعله يساوي السفر فيصبح لنا 4AM يساوي لنا ناقص 17 ومنه AM يصبح لنا كم يا أبني يصبح لنا 4 AM إذن AM يصبح لنا ناقص 17 على 4 لاحظتم هذه في نقطة معينة أين هي ربما تقول ها هي يا أبناء في هذا المكان هنا لو تتذكرون كانت ناقص 17 على 4 كانت كم يجلها من حلا وحيدا لاحظوا جيدا نناقش الآن الآن نأتي إلى وضع جدول إشارة بسيط للدالطة هذا الدالطة انظروا وتابعوا معي يا أبني كي تتعلموا انظروا هنا كيف نربط بين المناقش الحسابية والمناقش البينة ولا نجد بينهم اختلاف إذن هنا نقول AM ليس الـ X هنا من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية هنا عندنا ناقص 17 على 4 لاحظوا هنا هكذا الدالطة الدالطة هنا لاحظوا لكن لا ننسى أنه AM لا يسعينا ناقص إثنان الناقص إثنان تكون في هذا الموضع يعني العبارة غير معرفة علينا أن نكتبها هكذا سوف ألاحظ لما نستخرج الحلول سوف تجدنا أن يعلينا أن نحترم الناقص إثنان العبارة من الدرجة الأولى هنا نفس هنا نفس وهنا نفس وهنا عكس لاحظوا الآن نقول إذا كان AM أولا دالطة دالطة يسوي لنا صفر انظروا جيدا دالطة يسوي صفر ها هو دالطة يسوي صفر كم كم يصبح AM يصبح بهذه البساطة أي AM يصبح يسوينا ناقص 17 على 4 إذا كانت دالطة يسوي صفر ماذا نقول للمعادلة حلا كيف هو مضاعفا أو حلا واهيدا حلا مضاعفا ما هي قيمته لهو X يسوي لنا أو X صفر يسوينا ناقص B ها هو الB انظروا ها هو الB يا أبناء ركزوا إذا ناقص B يعني مع هذا الناقص بحلنا زائد لهي 2AM زائد 7 على 2A لهي AM زائد 2 لأن A ها هو العدد المضروف في الX مربع تخيلوا لو نأخذ هنا ناقص 2 صبح لنا كم هنا صفر ولو يوجد في الرياضيات عدد على صفر لهذا ها هي نجم التعريف احترمناها إذن إذا كان AM يسينا ناقص 17 على 4 التي تحدثنا عليه في هذا المكان تكل العبارة حلا واحدا نعم ها هي قيمتها انظروا جيدا إذن قلنا ها هو الحل بأبسط طريقة الآن نأتي يا أبنائي لنكمل نتابع جيدا وهنا يمكن بما أن الآن نحن نعلم قيمته لينقص 17 على 4 نضع هنا ونضع هنا نجد X0 مثل ما وجدنا في الأول كم وجدنا هنا وجدنا يا أبنائي لو تتذكرون في هذا المكان في هذا المكان وجدنا ثلث لأن هنا في هذا المكان ونكرر في هذا المكان وجدنا لما درسنا حسابنا معادلة المماس وجدنا ها عند الثلث نأتي الآن لما تكون الضالط سالب الضالط سالب أم أين يكون أم أكيد سوف يكون من هنا إلى هنا أم يصبح ينتمي من ناقص مال نهاية إلى ناقص 17 على 4 وقد تحدثنا لا يوجد للمعادلة حلول يعني هنا من هنا هكذا لا يوجد أصلا حلول حتى تفهموا الفكرة فقط الآن أين يكون الحلول إذا كان درس أكبر تماما الصفر أم أين يكون أم أكيد سوف يكون من هذا المكان إلى هذا المكان ومن هنا إلى هنا لأن الآن يأخذ النقص إذا نقول آم ينتمي من ناقص 17 على 4 إلى غاية الناقص 2 اتحاد من الناقص 2 إلى الزائد مال نهاية للمعادلة للمعادلة حلان متمايزان يمكن أن نستخرج قيمهم بأبسط طريقة لاحظوا يا أبنائي كيف يمكن أن نستخرج الحلول قيمهم تكون كالتالي X 1 يساوي لنا ناقص B مع ناقص هذا تصبح لنا زائد 2 آم زائد 7 ناقص جذر ضالطة ها هو جذر ضالطة اللي هو 4 آم زائد 7 على 2 في A اللي هو آم زائد 2 الحل الثاني X 2 يساوي لنا ناقص B 2 آم زائد 7 زائد جذر ضالطة اللي هو 4 آم زائد 7 على 2 في A اللي هو X آم زائد 2 مع قلنا آم دائما لا يساوي ناقص 2 ها قد استخرجنا كل هذا الأمر وقد ثبت ذلك مع ماذا مع المناقشة البيانية لماذا المناقشة البيانية أو تتذكرون لو كان هنا من هنا إلى هنا يوجد لنا كم من نقطة تقاطع يوجد 2 ركزوا وهنا لو ما يكون من هذا المكان إلى غاية زائد ما لنهاية كم يوجد لنا من نقطة تقاطع حلا إذن نحن على صواب بهذه البساطة المطلقة أبني قد أكملنا هذا التمرين الرائع كما لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كي نكمل معكم مسير يمكنكم زيارة صفحتين وهي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته